الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الغضب شأنه عظيم يفرق ويدمر القليل قبل الكثير ولذلك يدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أوصني واستعد رجل لأن يستمع إلى وصية مطولة فقال له خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لا تغضب فسكت الرجل وانتظر هناك بقية لكنها هي الوصية فردد ثانية أوصني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ثانية لا تغضب كررها الرجل كثيرا والرسول يرد عليه في كل مرة لا تغضب وكيف لا والغضب مفتاح الذنوب والآثام وبريد التفرق والانقسام ودليل على ضعف العقل والإيمان كم من أناس ظلموا بالغضب كم من اعتداء محرم أصله غضب كم من دماء أريقت بالغضب حتى صاحب الغضب يحترق قبل أن يؤذي غيره فهناك من بالغضب اعتدى على نفسه فانتحر وقتل نفسه الغضب يسوق صاحبه إلى الجحيم إلى دمار نفسه وإلى دمار غيره وهو لا يدري إنسان مساق لا قوة له ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة أي بالذي يصرع الرجال صاحب القوة والعضلات والبنيان فكم من غضب ضمر مثله ومن هو أقوى منه من هو الشديد يا رسول الله من هو القوي قال الذي يملك نفسه عند الغضب بعض الناس يتساءل لا أستطيع أن أخرج من غضبي هل هناك من سبيل؟ نعم من أهم المقومات التي ينبغي أن يتمسك بها العبد في حالات الغضب أن يذكر الله لأن القلب في الغضب مضطرب فإذا ما علقته بخالقه يهدأ ويسكن كما يعود الصغير المتلهف إلى حضن أمه فتراه يستقر قال جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت من معانيها كما قال سيدنا عكرمة أي إذا غضبت ومن عجيب ما يروى أن أحد الملوك كتب بعض الكلمات في ورقة وأغلقها وأعطاها لوزيره وقال إذا رأيتني غضبت فأعطها لي وكان قد كتب فيها ما لك والغضب إنما أنت بشر ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء من أهم أسباب معالجة الغضب لاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الغضب من الشيطان فإذا ما غضبت استعذ بالله كما قال لك خالقك فهو أدرى بك وبحالك قال لك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم يستب رجلان على عهد النبي الكريم وسب أحدهم الآخر واحمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد قالوا ما هي يا رسول الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أسباب إزالة الغضب أن تستحضر عظمة وقيمة الكاظمين للغيذ والغضب لهم أجر عظيم منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه له القدرة والاستطاعة أن يفعل ما يشاء وأن يحرك ما يشاء وأن يتصرف كما يشاء لكنه أمسك بنفسه وتحكم فيها بدلا من أن تتحكم فيه أمر صعب لكن جزاءه عظيم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ما جزاؤه يا رسول الله قال دعاه الله على رؤوس القلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء إذا غضبت حول من هيئتك ومن حالك لا تثبت في مكان واحد كنت واقف نجلس أو اترك المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب الغضب وإلا فليضجع إذا غضبت فاسكت كما قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت أسأل الله العظيم أن يعيذنا من الغضب ومن شروره وآثاره وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين شكرا